ترجمة نانسي قنقر ما هو اسمي؟ ما هو اسمك؟ هل اسمك هو عمر؟ هل أنت عمر؟ اعجبني اسمك متى أكلت؟ متى ستعطيني الكتاب؟ أين المفتاح؟ أين هي المفاتيح؟ أين أخاك؟ أين كنت؟ كنتي؟ كنتم أين نمت؟ لماذا هو حزين؟ لماذا لم تأكل التفاحة؟ لماذا أخبرتني؟ I told you because I was sad أخبرتك لأنني كنت حزينا هل يمكنك أن تخبرني المزيد؟ لا أستطيع أن أخبرك بالمزيد لماذا لا تريد أن تخبرني؟ because you took my pen لأنك أخذت قلمي you took my pen yesterday أخذت قلمي بالأمس don't take my pen لا تأخذ قلمي I will not take your pen لن أخذ قلمك if you take my pen I will be sad إن أخذت قلمي سأصبح حزينا talk to me if you want تحدث إلي إن أردت say my name قل اسمي I don't want to say your name لا أريد أن أقول اسمك but you said it yesterday لكنك قلته بالأمس I will say something سأقول شيئا ما when will you do it؟ متى ستنجزه؟ I will do it tomorrow سأنجزه غدا do you know me؟ هل تعرفني؟ I know your brother أعرف أخاك can you make something for me؟ هل يمكنك أن تصنع شيئا لي؟ I made something for your brother لقد صنعت شيئا لأخيك I want you to help me أريدك أن تساعدني I helped your brother yesterday لقد ساعت أخاك بالأمس I will help you tomorrow سوف أساعدك في الغد thank you شكرا لك don't thank me think of me لا تشكرني فكر بي I thought of you today لقد فكرت اليوم بك take your bag with you خذ حقيبتك معك I will get you something سأحضر لك شيئا ما what will you get me؟ ماذا ستحضر لي؟ some apples and oranges بعض التفاح والبرتقال thank you for your help شكرا لمساعدتك can you give me more؟ هل يمكنك أن تعطيني المزيد؟ I don't have more apples ليس لدي المزيد من التفاح give me some oranges أعطيني بعض البرتقال I will think about it سوف أفكر في الأمر I have some words for you لدي بعض الكلمات لك say what you want قل ما تريد I said all the words لقد قلت كل الكلمات good let's go home جيد لنذهب إلى المنزل